قيادة وشعبا بذكر اندلاع ثورة التحرير لقد صممه يومئذ الشعب الجزائري قبل ذلك وفي هذا اليوم بالذات صممه على التحرر فحقق التحرر الذي صمم على تحقيقه بالدم في كل مكان بدماء الشهداء الزكية الطاهرة التي التحقت بالرفيق الأعلى في السماوات العلاء وأننا لن ننسى أبدا امتزاج دماء الشهداء الأبرار في تونس مع شهداء أشقائنا في الجزائر ومع عديد الأشقاء العرب في عديد البلدان ومن بينها فلسطين لأننا نتقاسم الروحة النظالية من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة كما نتقاسم مع كل أبناء الأمة العربية نفس هذه القيم التي نتشوف إليها ونتطلع إلى تحقيقها نلتقي في هذا المكان وأهم من اللقاء وأهم من الاجتماع على أهميته في الجزائر لأنه يجمع الإخوة والإشقاء حول جملة من الحلول ويجمعهم للاتفاق على الحد الأدنى من المقاربات والوسائل التي تتيح لنا تجاوز ما تراكم في السابق من خلافات وما استشد خاصة في السنوات الأخيرة من تطورات أننا بهذه المناسبة نستحضر التاريخ تاريخ الأمة وتاريخ الدول العربية وتاريخ جامعة الدول العربية نستحضر التاريخ بآلامه وأمجاده ولا نتغاضى عن صعوبات الحاضر وتحدياته وإصرارنا على رفع كل التحديات وكل العقبات ونستشرف المستقبل حتى نتخطى معا بقلب واحد وبعزيمة واحدة كل الحواجز وكل أسباب الخلاف لا شك أن وضع فخامة الرئيس أخي العزيز عبد المجيد تبون وضع هذه القمة تحت شعار لم الشمل يختزل لوحده ما نعيش معا من شعور بالواجب للجمع من شعور بضرورة تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى الأوضاع التي نعرفها أنه يمكن معا وعلى يقينا بذلك أن نعالج أسباب الفرقة التي لن تزيدنا سوى ضعفا ووهنا ويمكن معا أن نؤسسه في إطار جامعة الدول العربية أن نؤسس لمستقبل أفضل لمنطقتنا وللأمة كلها بل وللإنسانية جمعا يعيش وطننا العربي العزيز منذ سنوات طويلة أوضاعا صعبة وشديدة التعقيد وسادت تفاقما في الأعوام الماضية نتيجة أسباب ليس هذا مجال ذكرها فضلا عن أنها معروفة هذه الأسباب تتبثل في السنين الأخيرة في جملة من المسائل المتصرة بالمنطقة ولكن بجملة من الأسباب المتصرة بالعالم كله ومن بينها وليس أقلها جائحة الكوفيد التي هزت كل بقاع العالم كما زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كثيرا من المناطق في العالم تأزما هذا فضلا عن الاقتتال الداخلي وعشرات ألاف الضحايا الذين يعيشون البؤس والفقر والحرمان أو يسقطون كل يوم نتيجة المعارك التي لا تهدأ قليلا إلا لتعوده بأكثر قوة وشراسة بل إن بعض مدننا العربية لم تعد تذكر في نشرات الأخبار إلا مع الأحوال الجوية نشرات الأحوال الجوية أو لذكر عدد الضحايا من القتلى والمصابين أننا نعيش في عديد المناطق للأسف حربا ضروسا في مواجهة من يريدون أسقاط الدول ولا يمكن أن نخرج منتصرين ظافرين إلا بوحدة الصف ولم الشمل والقضاء على كل أسباب الفرقة والإقسام والاتفاق على التكاتف والتعاذب أصحاب الجلالة والمفقامة والسمو السيد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة تسلم اليوم تونس أمانة الرئاسة العربية إلى الجزائر الشقيقة بعد سنوات ثلاثة كانت سنوات استثنائية بكل المقيس في ظرف إقليمي وفي ظرف دولي استثنائي في ظرف غير مسبوك من حيث حجم التحديات وتعدد أبعادها وتتالي الأزمات وتواتر التغيرات والمستجدات أزمة كوفيد التي استنزفت منظومتنا الصحية وأثرت في اقتصاديات العالم كله وفي الموازنات المالية والسياسات الاجتماعية إلى الحرب اليوم أو إلى في روسيا وأوكرانيا التي زادت من تفاقم أزمة الأمن الغذائي والطاقي بالإضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى وليس أقلها التغيرات المناخية والكوارف البيئية وتنامي الصراعات وما تبعها من تنامي للإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر كل هذه الأزمات تربكت العالم كله وكان لها الأثر السلبي الكبير على بلادنا العربية بلادنا العربية المثقلة أصلاً بكثيراً من القضايا وبكثيراً من الهدوء من المشاكل كما أربكت النظام العالمي القائم وأثبتت هشاشته ووضعته وجهاً لوجه أمام نقائسه واختلال توازناته فكأن هذه الألفية كان سنة أكان هذا القرن الجديد بدأ سنة 229 لذلك فنحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأفكار جديدة وطرق جديدة لا لمنطقتنا ولدولنا ولأمتنا بل للإنسانية جماعة وشهدنا في السنوات الماضية كيف انغلقت دول على ذوتها في إطار سياسات حمائية وكيف أصبحت الدول تبحث عن خلاص فردي وكيف كانت المحاولات الحفيثة لنقل عديد القضايا الجوهرية للمعارجة في إطار تجمعات إقليمية ضيقة فكأننا عدنا إلى القرن التاسع عشر حينما كانت هناك الأنقسامات والترتيبات التي حصلت في تلك الفترة نحن في القرن الحادي والعشرين ولسنا في القرن التاسع عشر ومثل هذه الإجراءات أثبتت أنها غير ناجعة وأنها غير عادلة في خضم جميع هذه التحديات لم تدخر تونس أي جهن في أن تظل القضايا العربية في صدارة الاهتمامات وعلى جدول أعمال جميع الاستحقاقات الإقليمية والدولية وحتى الثنائية وحرصت وستحرص على أعلاء الصوت العربي الموحد وسط التجاذبات وجموع الأصوات الداعية إلى الاستقطاب والانقسام السامات ودعت وستدعو إلى ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف لأنه الإطار الأنسب لإيجاد الحلول المشتركة للأزمات الدولية لقد سعد تونس إلى أن يكون الموقف العربي حاضرا وفاعلا في بلورة أي تصور أو في تقديم أي حلول قد تطرح على المستوى الإقليمي أو على السعيد الدولي حتى لا تكون المجموعة العربية على هامش هذه الحلول أو تصاغ على حساب مصلحتنا العربية المشتركة وقضايا أمتنا وكان لتسامن رئاسة تونس للقمة العربية مع هويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال سنتي عشرين والفين وأحد وعشرين والفين ثم أثر ذلك عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي وعضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة واحتضانها مؤخرا لندوة توقي الدولية للتنمية في أفريقيا خير سرد لمساعين حتى تتحمل المجموعة الدولية مسؤوليتها إزاء قضيان وفي المقابل ضعفت عضويتنا المتزامرة في هذه المنابر الدولية والإقليمية من حجم مسؤوليتنا أمام شعبنا العربي الذي تدرك بأن تونس من منطلق ثوابت سياستها الخارجية والتزامها بالدفاع عن قضايا الحق والعدل وأعلاء مبادئ الشرعية الدولية ستكون أمينة على هذه القضايا لأنه لا حسابات لديها سوى نصرة شعوبنا دوليا وحشد الدعم لها والتضامن معها ولقد حرصنا على أن تظل لقضايان العربية الموجودة على جدول أعمال الأجندة الدولية سبغتها العربية وأن تبحث التسويات وفقا للمصلحة العربية المصلحة العربية في المفرد لا في الجمع وذلك من خلال التأسيس لحوار دوري بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بما يتيح المشال لفهم أعمق لقضايانه ولحشد الدعم لها وهو ما يضف حركية جديدة ورجعة على الدور العربي فالتعامل مع مختلف القضايا الدولية والمسائل الإنسانية وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب وفي هذا السياق ما فتأت تونس تؤكد على ضرورة حل جميع القضايا العادلة بناء على نفس المقاييس وبناء على نفس المعايير الدولية وعملنا بالتمسيق الوثيق مع مختلف الأشقار على أن تكون القضية الفلسطينية بل على أن يكون الحق الفلسطيني لأننا حينما نتحدث عن قضية كأننا نتحدث عن مدعا ومدعا عليه بل عن الحق الفلسطيني أن يكون هذا الحق حاظرا في جداور عمال كل المجموعات الدولية في مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات حتى لا تغيب فلسطين وحتى لا يغيب هذا الحق عن دائرة أي اهتمام أي أنسان في العالم يتوق إلى العدل ويتشوف للحرية ولا سلام ولا يمكن أن يعم السلام ولا يمكن أن يكون هناك وآم ألا باستعادة الحق أو الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أمدا وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفي نفس هذا الإطار يسعدني أن أحيم أجددا أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على مساعيه الحميدة التي توجت بلم الشمل الفلسطيني والمساعدة على ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وسنمشي معن ونمذي قدما نحو ترسيق حقيقي للمصالحة باعتبارها شرطا أساسيا لمواجهة السياسات القمعية لمواجهة قوات الاحتلال وليبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد والموحد للمجموعة الدولية وللإمسانية كلها لأن أمآن للإنسانية ولكل إنسان حرا في العالم أن يعمله من أجل وضي حد لهذه المظلمة التي تستمر لأكثر من قرن وفي نفس هذا الإطار المتعلق بالمصالحة أدعو من هذا المنبر على شقاء في ليبيا إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الشامرة لأن الخل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا وهو ما تم التأكيد عليه هنا في الجزائر خلال اجتماع آلية دول الجوار الليبي في شعر أوث من سنة 21 ومتبعها من مشاعرات دورية في تونس بداية من هذه السنة أننا اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخ أمتنا أملته خطورة المستجدات والتحولات الدولية العميقة والمتسارعة التي تنبئ بتشكل مشهد دولي جديد لعله المخاض لعلها آلام المخاض ولكن يجب أن نتجاوز هذا المخاض وألامه لنساهمه في ولادة عالم جديد جديد يعمه الأمن وتسوده العدالة في كل مكان أن الرهانات الرهانات كثيرة ونبد أن نستشرف المستقبل معنا لحفظ أمننا القومي لحفظ سيادتنا ولحفظ استقلالنا ولتجاوز كل التحديات والاستجابة لمطار بشعوبنا أن أنا مدعون إلى وضع رؤية جديدة تعكس الوعي بضرورة توحيد الصفوف ونبذ الانقسابات وإيجاد الحلول لأي خلاف بروحا من المسئولية العميقة ومثل هذه المسئولية لا تغيب عن أحد أن جميع قضيان الجوهرية متزال للأسف معلقة وزادت التحولات الإقليمية والدولية تعقيدا وهو الأمر الذي يجعل أملنا العربية المشترك غير قادر على التأقلم السريع والفعال مع جميع التحولات العالمية الراهنة في الوقت الذي يفترض مننا مزيدا من التضامن والتآسر والتكامل بناء على المبادئ والقواسم التي تجمعنا ولن تفرقنا فكيف لنا أن نطلب من الآخرين الدعم والمساندة حول قضايا نختلف نحن فيها ونفتقد فيها للرؤية الواضحة الوقت حان من أجل توحيد المواقف حتى تستعيد سوريا عافيتها ويستعيد اليمن السعيد سعادته وتستعيد ليبيا مكانتها ونستعيد نحن كأمة عربية وكذول عربية زمام المبادرة وقيادته قضايانا أننا بحاجة أكيدة إلى إرادة مشتركة حقيقية لإيجاد أي حل لأي مشكل لإيجاد أي حل مشترك وهو الحل أو هي طريق التي تمكننا من تجاوز كل المشاكل كما ننتظر بل ينتظر الشعب العربي وتنتظر وينتظر الإنسانية كلها ننتظر كشعب وكأمة نظاما اقتصاديا عربيا مشتركا قادرا على الصمود إزاء مخلفات التقلبات العالمية وأيضا لإحتواء لإحتواء الضغط الدولي وعلى التفاعل مع بقية الفضاءات ومختلف الشراكات والشركاء أياً كانوا بما لا يعادينا من موقع القوة ومن موقع الندية والمساواة إننا مطالبون بالخروج بقرارات عملية وتحديد المشاريع والبرامج الكثيرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ الأمن الغذائي والدفاع عن أمن دولنا المائي باعتباره أحد دائم الأمن القومي العربي الشامل وتونس تتطلع في هذا السياق إلى أن يكون اعتمادنا لآلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية سبيلا إلى إدراك هذه الغايات وهذه الأهداف على المدى القريب وعلى المدى المتوسط في أقصى الأحوال كما تدعو تونس إلى ضرورة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأصلاحه يجعله قادرا على تقديم الإضافة المرشوة والمقترحات الكفيرة بالاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا أو يواجهها شعبنا العربي وتحقيق التأثير الإيجابي الملموس في واقعها حتى نستعيد ثقة شبابنا ونوفر له الحياة الكريمة والعمل اللائق فيكون مصدرا لخلق الثروة في أوتاننا بدر أن يقع ضحية للإرهاب وشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وبائعي الأوهام في الهجرة غير النظامية على قوارب البو لقد مات الكثيرون وهم في قوارب الموت في تونس الفواجع تتكرر ولكن لا يمكن أن نضع حدا لهذه الظاهرة من جانب واحد بل يجب أيضا أن تكون المقاربة مقاربة دولية للقضاء على الأسباب التي تجعل حتى الأطفال يرمون بأنفسهم في البحار أننا اليوم في حاجة أكيدة لتعزيز تعاوننا العربي المشترك وأصلاحي وأصلاح عميق لمنظومة عملنا وفق آليات جديدة ومقاربات مبتكرة تقوم على حوارا شفاف وعلى حوارا صريحا وبناء وتأخذ في الاعتبار أولويات المنطقة وتحدياتها ضمن مقاربة شاملة قائمة على التضامن وعلى لم الشمل وعلى لم الشمل وعلى لم الشمل تحت مظلة عربية واحدة في قمة تونس كان شعار العزم والتضامن وقد تم السعي إلى أن نترجم هذا الشعار على عرض الواقع ولكن سنواصل السعي من أجل تحقيق هذا التضامن وهذا التكافل وهذا التعاظن ولا يفوتن هنا أن أشكر جميع الدول العربية على المساندة وكل التقدير لمعالي الأمين العام للجامعة على جهوده وعلى مبادراته من العزم والتضامن إلى قمة لم الشمل أو مع العزم والتضامن لم الشمل على كلمة سوى على كلمة واحدة في الجزائر والتي احتضرت عديد المؤتمرات في مستوى القمة وكانت مؤتمرات تاريخية وأدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لتسل برئاسة القمة العربية الحادية والثلاثين وأنا على يقين بأن الجزائر الشقيقة لأن الجزائرة التي قدمت أكثر من مليون ونصف شهيد في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكر اندلاع الثورة الجزائرية بأن الجزائر لن تدخر أي جهد على الإطلاق للمذي قدما نحو تحقيق هذا الهدف وستجد من شقيقتها تونس وبالتأكيد من كل أشقائها العرب كل الدعم والمساندة لتوحيد الكلمة ورس السفوف ولم الشمل وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا ولما فيه خير شعبنا العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة